بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيناك في راما يلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاعلي هنرد فيها عن كل الكذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاعلي لكن في البداية عايز عرفك الفيديو ده موجه فقط للهلاوية لو انت هلاوية البجامة حديد في حديد يلا ضرب لايك شديد خلينا نوصل الى اكبر عدد من مجاهدين ومتابعينا في كل مكان ونبدأ على طول فقراتنا مع السيد عمر الدرديري عمر الدرديري الرئيس المنزومة الاعلامية في قناة نادي الزمالك اللي قال في قناة نادي الزمالك لو سألت اي واحد اهلاوي انت خايف من مطش الزمالك ولا لا في مطش القمة يوم 5 نوفمبر هتلاقي الاهلاوية كلهم خايفين من مباراة القمة امام نادي الزمالك وبس السؤال لأستاذ عمر الدرديري اللي ساعات يعني الجلالة بتاخده قوي وما تعرفش على ايه يعني أستاذ عمر الدرديري معلش مع احترامك كامل يعني بأمرت إيه اديني أمارة يعني بأمرت إيه مثلا أنا خاف ألعبك يعني السنة اللي فاتت لعبتك وانا تمن لعيبة نقصين من عندي بما فيهم الحارس الأساسي عندي ومع هذا اللعبة الاحتياطية والحارس البديل كسبك بأداء ولا أروع ولا أمتع يعني فاكر الماتش ده بالذات نادي الأهلي أغلب أوقات المباراة حاطة الزمالك وبالذات في الشوت الأول الزمالك ما كانش بيطلع من 30 ياردة الأخيرة بالنسبة له الزمالك كان محطوط عليه بشكل كامل طوال الشوت الأول أمام النادي الأهلي ولولا دلع بعض اللاعبين كان ممكن الشوت الأول يخلص ثلاثة واربعة والذي ما أنت عايز تقول لأن الأهلي كان مسيطر بالطول والعرض في هذه المباراة فأنا عايز أعرف أمرت إيه يا أستاذ عمر يا درديري لما يبقى نسبة المباريات ما بين الأهلي وما بين الزمالك ثلاثة لواحد يعني كل أربع مباريات بتنتهي بالفوز بيبقى ثلاثة فوز للأهلي مقابل واحدة لنادي الزمالك فعلى أي أساس عمر الدرديري هذا الجهبز العبقري اللي بيتولى منصب إدارة الإعلام والمنظومة الإعلامية في نادي الزمالك بأمرت إيه؟ قل لي بأمرت إيه؟ يعني قل لي أرقام كلمني بأرقام ما تكلمنيش بالحب بالحب والانتماءات والأهواء أنت ممكن تخلي الزمالك يلعب في الدور الأسباني ممكن تخلي الزمالك يتصدر بطولة دورة أبطال أوروبا يتصدر دورة موراء المحيطات كلمني بالأرقام عشان نحترم عقول بعض نحاول نحترم يعني أنت ما بتكلمش بجمهور نديك بس أنت بتكلم كل الجماهير بأمرت إيه؟ الزمالك الأهلي يخاف منه بس آخر بطولة قرية أنت ما بتكسبنش أصلا في بطولات القارة يعني دورة بطال أفريقيا أو حتى الاتحاد الأفريقي لما بلعبك في أي بطولة خارج مصر بكسبك فيها بكسبك فيها كل المباراة اكتساح للنادي الأهلي فبأمرت إيه؟ الثقة اللي جابها الأستاذ عمر الدرديري وجابها منين؟ ما تعرفش طيب تعال نروح ل واحد من اللاعبين القدامى مش قدامى أوي يعني بقاله بتاع عشر سنين مبطل كرة وهو واحد من اللاعبت النادي الأهلي يعني اسأل بس عليه متعب أو قول أو فكروا بمتعب لما يتكلم فكروا بمتعب هيفتكر كم من نجيلة اللي كان بيصفها في الملعب من عماد متعب عمر الصفني عمر الصفني آه أنا عارف أنا بقوله عمر الصفني اللي كان في لافيو بيخليه شق هدومه من كتر اللي كان بيعمله في لافيو ومتعب فيه في المباريات وبزداد في مباريات القمة أو مباريات الأهلي والمصري أو مباريات الأهلي عموما قدام هذا الصفني كان الأهلي دايما بيصففه التراب بيصف التراب بمعنى كلمة بيصف التراب بالذات من عماد متعب فلو عايز تخوفه قوله هجيب لك متعب الصفني بعد ما اختفى فترة ومع عودة مرتضى منصور مرة أخرى الصفني اختفى لما الأهلي هدد أن أي حد هتطاول أو يتجاوز في حق النادي الأهلي النادي الأهلي هيتحرك معه بالقانون وهيعقبه بالقانون فاختفى الصفني وخد فترة كده بتاعت بقاله 3 شهور ولا شهورين ما جبناش سيرته لأنه ما بقاش بيظهر نزل تحت الأرض وقال لك اردم عليها شوية لحد ما الموجة بتاعت النادي الأهلي تعدي مع عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدأ الصفني يخرج للنور عشان يرجع تاني وينضم ليه قناة نادي الزمالك قال لك بقى طبعا مع رجوع الأسد لبيته المستشار مرتضى منصور هو اللي صنع الزمالك الجديد هو اللي جاي بكل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي ومن غيره القيد موقوف بس تغرب من بعض الزمالكوية اللي بيقوله ان في استقرار استقرار ايه وانت موقوف من القيد وانت مش عارف تجيب لعيب جديد الزمالك عايش بصفقات المستشار مرتضى منصور اعتقد البوست ده او التويته دي يا عمر ما انت راجل عمر يعني انا اقولك انت ملكش انت راجل عمر ده واحد من المطبلاتية عزيزي المشاهدين السابقين فشكله كده بيمهد لعودته لقناة نادي الزمالك عن طريق بعض التطبيل وبعض التفخيم في رئيس نادي الزمالك الصابق طيب في قناة نادي الزمالك بيقدم لنا وجبة من الدحك وجبة من السرور والسعادة يعني يا جماعة كون ان انتو تشوفوا شيكبالة احسن واحد في التاريخ ده حاجة ترجع لكم معلش حاجة ترجع لك ممكن تكون انت ضرب شوية بليلة زيادة فما اصار على دماغك فمش مشكلة لكن انك تقول شيكبالة احسن من محمد صلاح كمان لا انت كده هبت معاك على اخر انت كده مش مطلوب منها غير ان انت تعمل غسيل معدى وتعمل حاجة ترجع لك الزاكرة او تفاقق شوية من اللي انت فيه تطلع البليلة اللي طلعت على دماغك دي لان انت كده بتستعبط تعال كده نسمع واحد طلع على قناة نادي الزمالك قال لك شيكبالة وبتكلم بكل سق المشكلة انه بيتكلم بكل سق قال لك شيكبالة احسن من محمد صلاح مش احسن لعب في مصر بس لا ده احسن من محمد صلاح كمان وتخطى محمد صلاح وموهبته احسن من محمد صلاح تعال نسمع كده الاستاذ دي لانا محمد صلاح لا شيكبالة ها على طول كمهارة ها ككل حاجة مفيش مقارنة مفيش مقارنة 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 هتخذ بالك هتتحاسب مقارنة مقارنة ايقا بيه هتدفل دور انجليزي وثلاث مرة الناس اثرت والله انت ما اثرت عزيز المشاهد الاهلاوي المحترم عايز اقول لك حاجة فيه ناس بتبقى عارفة من اين تؤكل الكتف عايز تكسب جمهور الزمالك في صفك عايز تطلع في قناة الزمالك قدامك حاجة من اثنين يا تطلع تشتم في النادي الاهلي وتهاجم النادي الاهلي وتشتم في الخطيب وفي جمهور الاهلي وتكتريع وتقلل من بطولات الاهلي وبطولات الاهلي كلها حرام والفيلم ده كله ده خطوة او خطوة تانية انك ممكن تطلع تطبل وتقول شيكابالا اعظم لاعب جابته المجرة مش مصر لا مصر مين لا المجرة كلها مجرة درب التبانة كلها ما جابتش لاعب بقيمة وامكانيات شيكابالا فالاستاذ احمد الخضري وصل لمرحلة من مراحلة الثقة في الوعي والادراك بتاعه وفي عقله البطن كمان ان لا ده شيكابالا ده مش تخطى بس محمد صلاح مهارية لا ده هو متقطش الصلاح ده بك اي حاجة يعني البعض كان يقول لك الاول ايه صلاح بيتميز بالسرعة فشكابالا مش سريع لا هو شايف ان شيكابالا اسرع من صلاح امهر من صلاح مش عارف ايه صلاح تاريخه احسن من صلاح هو كل حاجة زي الفل فالاستاذ احمد عارف هو بيعمل ايه هو عتفتكر ان احمد الخضري مش فاهم ولا احمد الخضري بيتكلم كلام اهبل لا احمد الخضري عارف هو بيوجه كلامه لمن بيوجه كلامه لمجموعة من البشر عشان يقولوا هتون احمد الخضري ده تاني وتالت ورابع فيه قناة نادي الزمالك فاستاذ احمد الخضري شكرا على المعلومة الجميلة اللي قدمتها لنا ان شيكابالا احسن من محمد صلاح في كل حاجة كل حاجة كل حاجة طيب وجهت نظرك وتحترم برضو مهما كان طيب نفسي افهم نفسي افهم الاستاذ حسام المندوه ولا حسين المندوه المندوه حسيني بيقولك لعدة الزمالك في الموسم الحالي اقوى من لعبة النادي الاهلي بكتير بكتير طيب افتكر بسي ان الاستاذ حسام المندوه بيلفه على القنوات كلها وبيقوله الجملة دي الزمالك فريق اقوى من النادي الاهلي بكتير ليه بقولك كده عشان لما يجي الزمالك يخسر بطولة الدوري أو يخسل بطولة أفريقيا هتلاقي هو هو والله هو هو أستاذ حسام المندو الرجل المحترم هتلاقي أقول لك أنا بقول لكل جماهير نادي الزمالك أنتوا شايفين الوضع عامل إزاي ما فيش قيد لعبة وقعت منك الفريق كله وقع فيه أزمات فيه مشاكل فيه مستحقات فيه 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 طب يا أستاذ حسام أنت مش قلت في بداية الموسم إحنا أقوى فريق في مصر والنادي الأهلي ده إحنا أقوى منه مليون مرة طب ما كسبتش للدولة أقول لك أصلي كان فيه وفيه 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 وتبدأ بقى الحجج والأعذار والمبررات الوهية اللي بيحاولوا يقنع نفسهم بها طب معين الشعباني في رده على خالد الغندور بخصوص تفويت نادي الترجي التونسي مباراته أمام نادي المولدية الجزائر حد النهاردة وهنفضل لسنين قدام سيظل مباراة الترجي والمولدية محفورة في كل أزهان وذاكرة الزمالكوية الزمالكوية هفضلوا فاكرين ان الترجي فوت مطش المولدية والترجي تسبب في خسارة نادي الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا وخروجه من الباب الضيق في بطولة دوري الأبطال كان من ضمن الاتهمات اتهمات خالد الغندور لنادي الترجي ان الترجي كان واضح انه مفوت وان حتى يوم خالد الغندور قال لك ربنا مش هيسيب حق الزمالك ربنا ما بيرضاش بالزل والترجي والمولدية هيتلعوا ولما تلعى الترجي والمولدية تلعى فرح قوي خالد الغندور قال لك مش قلتلكه مش قلتلكه زمالكوية اهو لأنه ظلم فوتتين فطلع معين الشعبان رد على خالد الغندور قال لك بقى قال لك لو الزمالك كان مكان الترجي كان هيلعب بنفس الشكل قدام المولدية يعني كان هيفوت قال لك قوي كنا نملك خمس لعبين مهددين وعندنا مباراة في الدوري بعد أيام قليلة لعبنا بالتشكيل لعبنا بالتشكيل الأساسي كان هيبقى انتحار في هذه المباراة يعني الراجل بيقولك أنا لعبت وفقا لمكاسبي أنا ما ليش علاقة بالزمالك لو الزمالك كان مكاني كان برضو هيعمل نفس الأمر لأنه كان عندي خمس لعبين مهددين بالإيقاف في المباراة القادمة في دور الأطفل وكان عندي مباراة قادمة مهمة في بطولة الدوري فقلت رايح العيبة الأساسية اللي عندها إنذارات من مباراة المولدية وإزا مالك كان كده كده هيعمل اللي أنا عملته طيب أحمد فتحي في ظهوره مع شادي محمد قال من يفكر بالمال وعقود زملائه لديه خلل في دماغه ده الكابتن أحمد فتحي حابب أقول لأحمد فتحي مع احترامك كامل لشخصك من ضمن اللعيبة يا جماعة اللي كانت بتعمل مشاكل وتسير أزمات في تجديد عقودة مع النادي الأهلي في كل مرة كان أحمد فتحي يعني مافتكرش لعب في النادي الأهلي زي أحمد فتحي كان بيعمل مشاكل في تجديد عقودة دايما دايما لما بيجا تجديد عقودة أحمد فتحي بيطالب بمبالغ أعلى بكتير من اللي النادي الأهلي بيبقى حططها له لحد ما بيوصل النادي الأهلي في اتفاق مع أحمد فتحي أحمد فتحي في آخر مرة كان طلب إنه يتساوى بعلي معلول كان بيطلب إنه يتساوى بعلي معلول في فريق النادي الأهلي مش بوليد سليمان والنادي الأهل رفض أنه يسويه بعالي معلول ووافق أنه يكون مع وليد سليمان في نفس الفئة ونفس الراتب لكن أحمد فتحي طالع علينا النهاردة يقول لنا اللي بيفكر في الفلوس واللي بيحط عينه على زميله وعقود زميله ده إنسان عنده خلل في عقله وفي دماغه أحمد فتحي زي الفل لا عنده خلل ولا عنده حاجة إحنا اللي عندنا الخلل في دماغ طيب الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاردة بيعلن رسميا إيقاف الهارب سليماني كوليبالي لاعب نادي النجم السحلي التونسي ست شهور بسبب عدم احترام اللاعب لتعاقده مع فريد نادي الأهلي وفسخه التعاقد من طرف واحد والتعاقد مع نادي النجم السحلي التونسي إيقاف كوليبالي ما لهش علاقة بدفع الغرامة اللي على النجم السحلي الغرامة كده كده هتدفع نادي النجم السحلي التونسي عليه غرامة مليون 436 ألف دولار لازم هيدفعهم مجبر أخاك لا بطن هتدفع هتدفع يا حبيبي فالنادي الأقلي كده مستفيد وضربة معلم للنادي الأقلي منها إنك بتقدم اللاعب وبتوصل رسالة لأي حد إن أنا بعرف أخذ حق ثالث وامتلت والرسالة دي للأندية واللعيبة رقم اتنين إنك برضو ما زلت متمسك بحقك في المليون 436 ألف دولار على نادي النجم الساحلي التونسي آه يا فرح والله حزين والله حزين عليك يا فرح فرح تم إقالتها وتوجيه لها الشكر من قناة نادي الزمالك رسميا السيدة الفاضلة فرح علي تم إقالتها أو توجيه الشكر لها من قناة نادي الزمالك وده بسبب ضعف المشاهدة على برامج الأخت فرح الأخت فرح يعني كانت بتطالب في الفترة الأخيرة جمهير نادي الزمالك إن هما يتابعوا القناة ويتابعوا برنامجها ويتابعوا ويتابعوا ولكن فشلت كل المحاولات اللي كانت بتحولها فرح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أعتقد إن قناة نادي الزمالك بتعاني قناة نادي الزمالك بتعاني كتير جدا بعد رحيل مرتضة منصور المداخلات بتاعته هي اللي كان بتعمل ريتش ومشاهدات عالية لكن بعد غياب مرتضة منصور داخلين على سنة أعتقد إن القناة مشاهدتها نزلت كتير عنزي قبل ما نتمنى طبعا بالنسبة للفرح التوفيق في المرحلة القادمة بإذن الرحمن جماهير نادي الزمالك قل بني الدنيا على حسين لبيب جماهير نادي الزمالك بيطلبوا برحيل حسين لبيب وإنه ما يستناش لحد اللي انتخابات ليه يا جماعة قالك النهاردة نادي الزمالك الدور بدأ لعيبة من نادي الزمالك مشتها من غير ما اتطلعها بإعارات وطلعتها بيع نهائي في حين إن اللعيبة دي مكسرت دنيا في بطولة الدوري المصري الممتاز لعيب زي حسين فيصل اللي جاب جوني النهاردة في الاتحاد السكندري ولعيب زي مروان حمدي وقال لك يا انت بطلع محمد عبد السلام إعارة اللي احنا عايزين نستغنى عنه مطلعه إعارة وطلعت حسين فيصل بيع نهائي إنت كده ملكش في الإدارة وإحنا عايزين الأسد والدكر والسبع والدرع مرتضى منصور يرجع لنا تاني لأنك كده انت ضيعتنا إنت بتضيع نادي الزمالك وبتضيع لعيبة نادي الزمالك والصروة والكنز اللي موجود عند نادي الزمالك وهو قطاع الناشئين في نادي الزمالك قال لك كنت تعمل له عقد يا سيد وطلعه إعارة الوادي يتقل ويكتسب خبراته وبعد كده اترجعه تاني لنادي الزمالك تعال نروح لخالد الغندور خالد الغندور يا جماعة عارف انت كده الصدمة اللي بتبقى في الوهلة الأولى لما بيحصل كارثة أو حدثة بيبقى فيه كده صدمة زهول اندهاش ما بتبقاش عارف اللي حواليك بتبقى ساكت كده لحد ما يعدي بتاع 48 ساعة 72 ساعة لحد ما تفوق من الصدمة خالد الغندور فضل في البرنامج بتاعه أكتر من ساعة عمال يتكلم في أخبار 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 ومش عايز يتكلم خالص على موضوع مرتضى منصور للدرجات دي هل السؤال هل خالد الغندور يخشى عودة مرتضى منصور وهل في حال عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك هل خالد الغندور سيرحل عن قناة نادي الزمالك ويتم إقالته ولا هيحاول خالد الغندور أنه يعني يلطف الأمور مع مرتضى منصور وأنه يعدل من الأمور مع مرتضى منصور ويقول مثلا مرتضى منصور والقضية ممكن عشان ينال رضا مرتضى منصور خلال الفترة القادمة أعتقد هتبقى أيام صعبة على ناس كتير مش خالد الغندور على ناس كتير داخل قناة الزمالك وداخل نادي الزمالك بالتحديد بسبب عودة مرتضى منصور خلص تعبرنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل قراءكم وتعليقاتكم شكرا لكم سلام عليكم